السلام عليكم معاكم ياسمين عرفات غيبت عنكم شوية بس راجعلكوا بقى بشوية حاجات حلوين جدا وكحك العيد نبتديها كده يا رب بداية حلوة كل سنة وانتو طيبين ويعود عليكم الايام بخير هنعمل بقى الكحك على البارد وهعملكم فيديو تاني بالكحك بسامنة المأدوحة بصوا الكحك هايل هتبي استاذة فعميل الكحك هتعرفي كل تركات الكحك اللي تخلي معك الكحك دايب لو انت عايزة او متماسك زي يعني اي نوع الكحك واي قوم انت عايزة انت اللي هتقدر تتحكيمي فيه بكل سهولة ولو ما بتعرفيش تعملي الكحك واول مرة تعمليه هتنجح معاك الطريقة 100% بجد الطريقة وهمية طعم غير طبيع حلو جدا كأنك بتاكل من افغم المحلات مش هتصدق ان هو بيتي ابدا يلا بقى بنتون رغي كتير اسبكم مع الطريقة وما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير واشتراكوا لقناة سمي الله كده مع بعض بسم الله ونشوف مع بعض المقادير معايا نص كيلو من الدقيق الخاص بالحلويات ومعايا 300 جرام من السمنة سمنة بلدي على نباتي او عايزة سمنة نباتي تمام او بلدي طبعا يبقى احسن معايا 45 جرام من النشا معايا 2 كبار من السمسم نص معلقة كبيرة من السكر البودرة معلقة صغيرة من بيكنج بودر معلقة لربع من الخميرة الفورية ومعايا اصانس الموز ومعايا نص كباية من المية الدفية المية دي هي يا جماعة التركية الوحية يعني من اهم التركات اللي هتحكم معاكي في نوع كحكالي انت عايزة طبعا هو من انه كحكا البارد فيفضل انك لو تضيفي كتعة من السمنة البلدي معايا اهو عشان ما حلمكوش من اي حاجة هعاير كمان بالكباية بموجي الشاي العادي خلص الموجود في اي بيت بس طبعا عشان هو كحكا البارد فالسمنة خارجة من التلاجة فبتبقى صعبة شوية مش زي مش هيبقى الميزان مظبوط قوي مش هتبقى الكباية مظبوط قوي زي ما تكون سمنة سيلة بس هحاول بكادر امكاني يعني زي ما انتو شايفين اهو انا بحاول اكبسوا على قد ما اقدر معايا كباية اهو وهملة كمان بقية السمنة هتاخد معايا حوالي يعني اقل من نص حاجة بسيطة عموما يعني ما تقلقوش الكحك بالزاد لو السمنة زادت حاجة بسيطة او قلت حاجة بسيطة مش هتضر في اي حاجة خالص اهو زي ما احنا شايفين يعني عشان محدش يبقى ليه اي حاجة خالص في عميل الكحك معاك الجرومات ومعاك الكوبايات وهنزل لكم كل ده نشاء الله في صندوق الوصف هتشوفوا كل المقادير وبالجرومات وبالكوبايات خلاص انا خلاص ضفت السمنة اهو هنزل عليها بنص معلقة كبيرة من السكر البدرة هبتدي بقى شغل المضرب اضربها كويس حوالي دقيقة كده لغاية الملون يبقى فاتح ويبقى الكوم بتاعها الكريم هنشوف مع بعض دلوقتي هتبقى عاملة ازاي وتبقى هشة كده طبعا الكحك ما ينفعش يتعامل بزبدة الكحك هو سمنة يعني فيه طرق كحك كتير طالعة بجبنة المسلسات وحاجات كتير اكيد ممكن يبقى طعمها حلو بس الاساس بتاع الكحك نفسه هنفتقده ولمش عاوزة تضيفي اصانس الموز تقدر تضيفي ريحة الكحك مع لقتين كبارة عن نص كيلو تقليبيهم في الدقيق لما تجد فيه هبدأ بقى خلاصة كده تمام هنزل بالمقدير الجافة مع البيكينج باودر والخميرة ونص معلقة صغيرة من اصانس الموز طبعا لو الخميرة انت ضمناها نمستعملها خميرة دريم فانزلت بها على طول لكن لو خميرة سايبة لازم تعملها اختبار خميرة قبل ما تحط تضيفيها وهبتدي اضربهم حاجة بسيطة كده بالمدرب خلاص كده تمام هنزل بقى بالدقيق بص يا جماعة الكحكة على البارد ده حلو جدا هو عيبه بس ان هو ما بيصبرش كتير يعني ما يعودش بقى زي الكحكة اللي بسامنة المقدوحة يعود بالكم شهر لا هو اخر شهر شهرين بالكتير لو جو حر قوي تحت في التلاجة هضيف بقى النشا بعد ما انتظفت الدقيق 45 جرام من النشا يعملولي اربع معلق كبور زي ما احنا شايفين هوا من المعلقة بتاعت الاكل العادية طب لوان ده الكحكة هتطلع معايا مظبوطة قوي مش يعني مش دايبة خالص ان انا امسكها تتهرد مني لا طبعا يعني ما ان اللي عنده اطفال الكحكة ده هيعجبه جدا عشان الطفل هيمسك الكحكة مش هيبهدل الدنيا حواليه ولا اي حاجة وفي نفس الوقت دايبة من جوه كحكة مظبوطة فعلا بالملي هبتدي كده قلبهم كده بالمعلقة فلو انت عايزك كحكة دايبة بقى قوي واللي هي اول ما تمسكها تحس فعلا ان هي دايبة دي هتزويدي كمان معلقة كبيرة من النشا هبتدي خلاص بقى قلمك كده دقيق بالسمنة بيدي اهم حاجة جدا من اسباب ان الكحكة ينشف منك هو انك تعجني انه هيتهجين الكحكة خلاص ويدوبك بالمه بصغوبة كده حاجة بسيطة اهو العجن بيخليها تبقى قرس وتنشف معك خلاص في الفرن اهو يا جماعة خلاص انا تقريبا خلاص كله تداخل مع بعضه اهو هنجي بقى الاهمة ركاية وهي المية هدا فيها كده زي ده مع تلعين حاجة بسيطة فمن المية دي هي اللي بتتحكم لي بقى في نوعك كحكاية لو انا عايزها دايبة بعد ما ضفت معلقة كبيرة كمان من النشا عن 55 جروم هزود ربع كباية مية او على كل 100 جروم دقيق معلقة كبيرة من المية بس هتطلع معك كحكاية حلوة جدا وسهلة التشكيل وما بتشاقش منك ولا اي حاجة بس انا عايزها كحكاية متماسكة فهضيف نص كبيرة مية اهو احنا عايزين كحكاية متماسكة من بره ودايبة من جوه خلاص ابتديت خلاص ابسها كده شوية وهي كده لما تحسبها ترتاح يدوبك اجهز الملبن طبعا تقدر تحشيه بعجمية ملبن مقصرات زي ما انت عايز انا عندي قطعة من الملبن اقل حاجة بسيطة من نص كيلو هضيف عليه نقطتين من روح الموز معلقة كبيرة من السمنة البلدي والسمسم سمنة بلدي او سمنة نباتي عادية بس السمنة البلدي بتدي الحشوة ريحة حلوة جدا اهو المقدور ده هعمله لنوعين الكحك اللي على البارد والفيديو التاني اللي هنزل بي ان شاء الله اللي هو بالسمنة المقدوحة هحاول كده عجنها كويس مش هتحتاج ان انا نحطها على النار ولا اي حاجة كله على البارد اهو هبتدي بقى اشكل الكحكاية معايا الصوج اهو هحاجل اطريها بايدي حاجة بسيطة اهو زي ما احنا شايفين عشان تتشكل معايا وما تشقاش بجد كحك جميل جدا ولا فيه تشققات ولا اي حاجة وسهل التشكيل وهتعمليه بسرعة جدا طبعا لو انت هتعملي كمية صغيرة زي دي يعني نص كيلو دي يا جماعة هيعملي حوالي من 900 ل 950 جرام من الكحك الجيز اللي هو يعني نص كيلو دي هعمله لكيلو كحك اهو هبتدي اشكل بالطبع لو انت عندك اشكال تانية وعيزة تعملي اشكال تانية يبقى كل شكل في صوجة مختلف عشان كل شكل ليه تسويع لو انت هتعملي كمية صغيرة زي ما دي زي ما قلنا تبتدي جهيز الفرن من دلوقتي وتبتدي تسخني لو هتعملي بقى كمية كبيرة تبتدي تسخني قبلها بعشر دقيق اهو الحشوة الملبن ما تبقاش مبالغ فيها عشان لما اضغط عليها بالطبع الملبن ما يخرجش من الكحكاي وينشف مني شايفين كلهم قد بعض مفيش تشققات بجد تحاجينة هيلة جدا هتنجح معاك من اول مرة يعني بجد ما ترى فيش تعملي كحك الطريقة دي سهلة وبسيطة وبذات الكحك على البارد مفيش اي تعايد النص كيلو دي دول عملو لي الصوج وصوجين اللي حاجة بسيطة اهو هبتدي بقى الفرن سخن على درجة حرامية وثمانين الشبكة على اول رافة من تحت هتاخد معايا من 20 ل 25 دقيقة او لغاية ما ياخد لون من تحت ابتدي افتح الشوية تاخد لون بسيط محمروش عشان ما يبتديش يقرمش معايا واطف عليه واسيبه لما يهدى خالص وابتدي بقى اقدمه في الطبقة هوا بجد كحكي حلو جدا ريحته كتقلب الدنيا طعمه جميل جدا جدا يعني انا عملت الكحكة وخلاص قرر بيه خلاص اصل اهو تعالوا بقى نشوف لونه من تحت عامل ازاي اللون جميل شايفين الكحكية من دمسكة مش دايبة بقى في ايدي وملزقة في ايدي مستوية من جوة وفي نفس الوقت دايبة خالص يعني بجد كحكاية حلوة جدا وما بتلزقش في البقى ولا اي حاجة جميلة جدا اهو حطيدي بقى زينه بالسكر البدرة طبعا السكر البدرة ده وقت التقديم ما تعمليش سكر البدرة وتعنيه بس طبعا عشان التصوير فلازم ايبان لكم كل المراحل بتاعته اتمنى الفيديو يعجبكم جربوا الطريقة بجد هتعجبكم قوي وهتنجح معكم من اول مرة وخير الختم السلام عليكم